السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم معنا في درس جديد من دروس Practical Grammar في الدرس الماضي تكلمنا عن أسماء الإشارة وتكلمنا أيضاً عن ضمير 1 استخدام كلمة 1 كضمير ينوب عن اسم مفرد واستخدامها بـ Ones بالجمع لتنوب عن اسم في حالة الجمع اليوم سنتكلم عن نوع آخر من الضمائر وهو Possessive Pronouns تعالوا معنا نشاهد ما هي هذه الضمائر وكيف نستخدمها نحن الآن في الوحدة الثالثة الدرس الرابع يعني نحن الآن في الدرس الرابع عشر من كتاب Practical Grammar Possessive Pronouns هي ضمائر تستخدم للدلالة على الملكية طيب لماذا سمي الضمائر؟ كما أسلفنا في الدرس السابق أن كلمة ضمير يعني ما ينوب عن الاسم وعليه فإن هذه الضمائر التي سندرسها اليوم هي عبارة عن ضمائر تنوب محل الاسم وتدل على ملكيته رح ندرس هاي الأشياء بالتفصيل منبدأ بالمثال الأول رح أقرأ الموجودة على الشاشة أنا 14 Possessive S اللي نحن منسميها بالعربي اس الملكية لاحظوا لي هون في أباستروفي اللي هي فاصلة عليا إذن بكون في عنا اسم بعدين بتجي الاس هاي للدلالة على ملكية الشيء للشخص المذكور قبل هاي الاس and possessive pronouns ضمائر الملك وهوز لمن يعني نحن في اللغة العربية منقول لمن أنا رح أقرأ أول شيء بعدين منروح على تفصيلات قواعد أو محاولة استخلاص بعد القواعد اللي رح نشوفها لاحقا بالدرس women you've got it what my laptop this isn't your laptop whose is it it's Karen's well where's mine oh Tim's got yours and who's Tim he's my brother but he's on holiday منشوف هون عنا you've got it بتتذكروا من الدروس الماضية have got عندك أو تملك you've got it طبعا هون هي لما استخدمت ضمير بتكون أكيدة من سياق الحليس عم تشير لشيء وإلا هو الرجل ما رح يعرف عن شو عم تحكي لأنه بدأت بضمير والضمير غالبا يستخدم للدلالة على شيء يعلمه المتكلم والسامع فلاحظوا هو ما عنده فكرة فسأل what هي وضحت my laptop استخدمت my لأنه عم تحكي عن حالة فجاوب هو this isn't your laptop لاحظوا هون لأنه عم شير لشيء قريب ومفرد استخدم this و is معاها للنفي this isn't your laptop هي لما حكت كانت my laptop لما هو صار يحكي عنه قل الله your laptop whose is it whose لمن يكون is it عائدة على اللابتوب صار معروف عن شو عم نحكي whose is it it's Karen's لاحظوا هاي الأبوستروفي yes بس نحن هلا صارنا تقريبا بنعرف انه هي عم تقول it عائدة على اللابتوب is اختصار هون it's Karen's Karen's يعني هو لا كارين well حسنا where's mine لاحظوا هادة أول مرة هون باستخدم ضمير الملك where's هاي الأس هون يعني where is mine وين نحن بالعامية بنقول وين اللي إلي وين تبعي oh Tim's got it Tim شخص وهاي is معناته has got هون في عنا has got has use كمان هون استخدم الضمير عم قول انه Tim هو اللي أخد لابتوبك بس لحظوا كلمة لابتوب ما موجودة فلهيك ضمير and who's Tim ومين Tim عم تسأل هي who is مو who's who's lil mulkية liman أما who is من يكون who's Tim جاواب هو he's my brother but he's on holiday is on he's يعني he is my brother but he's on holiday لكن هو باطل هلا بدي تنتبهوا على الضمائر هون متل ما حكينا هلا كل الحديث عم بصير عن اللابتوب تخيلوا لو انه نحنا استبدلنا كل ضمير هون بكلمة لابتوب يعني حطينا هون بدال ال it لابتوب وهون حطينا لابتوب بدال ال it وهون راح أشرحها بعدين بس هي المفروض يكون لابتوب كمان وهون بدال بدأ تصير my laptop وهون بدأ تصير your laptop هلا لاحظوا لو أنا بدأ أقرأ بوجود كلمة لابتوب you've got my laptop what my laptop this isn't your laptop whose is this laptop it's Karen's laptop well where's my laptop oh Tim's got your laptop and who's Tim he's my brother but he's on holiday إذا بتلاحظوا صار الحديث كتير ممل لأنه طالما نعرف عن شو عم نحكي نحن يفضل نستخدم الضمائر بالكلام ولا نعيد الكلمة مرة وتنتين وتلاتة فبصير الحديث مطول على شيء يمكن الاستغناء عنه فلهذا السبب إذا بتلاحظوا الضمائر ضرورية إذن mine هي عبارة عن my مع لابتوب yours هي عبارة عن your مع لابتوب خلونا نشوف القواعد مشان تترسخ هاي الأشياء بالزهن في عنا حالات اس الملك متل ما شفنا بكارنز حطينا الاسم بعدين أبوستروفي اللي هي الفاصلة العليا بعدين الاس فهون it's كارنز موبايل لحظوا هذا الاسم اللي أنا بدي أشير مين بملكه يعود على المالك اللي هو هون كارن والفاصل بيناتهم هي هاي الأبوستروفي إذن it عائدة على موبايل فكأنه عم قول إنه موبايل كارن it's كارنز موبايل بعدين it's my sister's موبايل هون my sister كمان هي المالك للموبايل إذن أنا عندي بكل بساطة في عندي مالك بعدين it's الملك بعدين المملوك ومتل ما ذكرنا إن إحنا مجازا عم نستخدم كلمة المملوك يعني هون فقط لتسهيل نقل المعلومة لأنه قد يكون المملوك هون قد يكون ابن أو صديق أو ما شابه فبالتالي كلمة مملوك من استخدمه فقط على سبيل المجاز وليس على سبيل التعمين المثال بعده it's my brother's t-shirt هذا t-shirt لمين هو الأخوي فلاحظوا في عنا إس الملك it's tim's shirt حتى هون نفس الشي it's tim's shirt إنه قميص tim في حالة الجمع مننتبه لهذه النقطة it's my parents my parents يعني أبوي وأمي اتنين فهي إس الجمع يعني والدية فلاحظوا حطينا الأبوستروفي بعد إس الجمع وما وضعنا إس الملك إذن عنا عندي إسم جمع ينتهي بالS ما بصير أحطه بهذا الشكل هذا غلط إذن عندي إس الجمع فقط أضع الفاصل العليا وبظل النطق كأنه ما يموجوده فبصير my parents camera يعني كاميرا أو يومي إذن هاي في حالة إس الملك مثل ما ذكرت مالك فاصلة عليا الإس بعدين المملوك وتلفظ كارين's mobile إتس كارين's mobile إتس my sister's mobile إتس my brother's t-shirt لحظوا كأنناس جمع إتس Tim's t-shirt إتس my parents camera هلا منيجي للنوع التاني اللي حكينا عليه بدرس الماضي والقبله possessive adjective صفات الملك إذن أنا لما بكون عندي صفة معناتها بده يجي بعد اسم لحتى توصفه فلاحظوا it's my laptop اللي اسم إجي بعدة they are your sunglasses it's her mobile ها يعني عائد على الفتاة ها موبايل إنه موبايلها أو هاتفها المحمول it's his t-shirt it's our camera it's their camera إذن هون استخدمنا صفة ليش لأنه بإجابة اسم بنجي للحالة اللي بعدة هون ضمير لاحظوا it's my laptop it's mine فضمير الملك حل محل صفة ملك ومحل الاسم اللي جاي بعده فإذن صار عندي قاعدة ضمير الملك يحل محل صفة الملك مع الاسم اللي بتوصفه لهذا سمي ضميرا ليش لأنه عم نوب محل هذا الاسم وليش ضمير ملك مؤل حي الله ضمير لأنه أيضا ينوب عن صفة الملك اللي قبله هون the your sunglasses هاي صفة ملك وهذا الاسم فهون شو صارت the yours لاحظوا هون they لأنه عم نحكي عن قلنا نحن sunglasses باللغة العربية نظارة شمسية مثلا أو نظارات شمسية بالانجليزي تعامل لأنه هي مثل ما حكينا الدرس الماضي أيضا أنه الأسماء اللي بكون فيها زوج البنطلون فيكم مين فبالتالي مقول عنه trousers المقص scissors sunglasses لأنه فيها عدستين فبالتالي هي جمع فtheir your sunglasses صارت yours إذن my بتصير mine your glasses the yours أخذنا هاي وساوينا ضمير ملك يعني هذا الاسم اللي شايفينه كأنه استبدلتو ب s هاي your حطيت اللعش صارت yours الملاحظات اللي زاكرينه هون أو خليني أساوي معكم عن الأول it's her mobile لاحظوا ها وهي mobile فكأني فقط عم بقول has it's has طيب it's his t-shirt معنى أنا هون عندي his وهي t-shirt بس مجرد بخليه متل ما هي فبتصير it's his t-shirt ما تصير it's his it's his t-shirt آو مجرد فقط بضيف الاس آوز هون بتصير theirs فقط مجرد إني كمان أضفت الاس it's theirs فالاس هي للإسم وذ نفس الأور كذلك مع كاميرا الملاحظات اللي عم بحكيها هون أنا أوريلي يعني أعطيتكن إياها لكن نحكي فيه أولا ال-possessive s عمقول add apostrophe s to singular noun مع الأسماء المفردة my sister's husband زوج أختي فإذن مثل ما بتتذكروا لاحظوا الاسم العائد علاقته على الطرف الأول بعدين add only apostrophe إذن هون منضيف فقط الفاصلة العليا to a plural noun لا أسم في حالة الجمع فبصير my sister's husband's أزواج خواتي لاحظوا حطينا السلجمع بعدين في عنا ال-apostrophe ما بعد الملك and husband's أزواج خواتي في حال ضمير الملك possessive pronouns a possessive pronoun has got one form اللي هو شكل واحد for singular and plural يعني إذا كان مفرد ولا جمع الاسم مع الصفة اللي عم تنوب عنه بظل مثل ما هو it's my book it's mine قلنا mine تنوب عن my مع الاسم اللي بعده the my books لاحظوا هون جمع ما منضيف اس جمع بتظل the mine إذن هاي الملاحظة هون أنه ضمير الملك لا يتأثر إذا كان الاسم مفرد أو جمع you can use a noun possessive اس in the same way هم قل لك أنه بنفس الطريقة بإمكانك تستخدم اس الملك مثلا whose mobile is this mobile من هذا فلاحظوا الإجابة it's David it's my brothers إذن هون أنا استخدمت لاحظوا اسم وهي وهاي الابوستروفي نفس الشي هي هون my brothers وأنا ما زكرت الاسم يعني ما رجعت زكرت mobile أسقط مثل هون هون ما في داعي ليش لأنه مذكورة سابقا أنا لما بقول لمن هذا الموبايل whose mobile is this فأنا بالتالي هون ما في داعي أرجع كرر أقول it's david's mobile it's david's it's my brothers على الهوز whose laptop is this هذا اللابتوب لمين it's mine لاحظوا هو ما كررت هون للسؤال عن الملكية الشيء بستخدم whose بعدين بحط اسم الشيء اللي عم بسأل عن ملكيته بعدين بجيني is أو are حسب الجمع أو المفرد وبحط this أو these مثل ما تعلمنا الدرس الماضي مع إشارة استفهم إذن لما بتسأل عن ملكية أي شيء whose لحظه whose laptop is this لأنه مفرد حطيت is هلأ هون جمع whose sunglasses are these they're mine إذن هون انتبهوا في عندي اسم بتصير الهوز مع المفرد والجمع لكن ما يأتي بعدها يتأثر لأنه هذا فعل ومع اسم إشارة whose laptop is this whose sunglasses are these ولاحظوا الإجابة it's يعني it is it عائدة على laptop ومين هي ضمير ملك يحل محل my laptop يعني هون بحسن الشخص يجاوب it's my laptop لكن منعا لتكرار كلمة laptop قلنا it's mine whose sunglasses are these than mine هلأ منيجي على تدريبات التدريب الأول مثل ما نكون شايفين في عنا ثلاث أشخاص هاري ليسا وتين وفي عنا أشياء موجودة هون مقتنيات mobile books sunglasses camera laptop trainers نحن من نسأل عن ملكية هاي الأشياء لمين بتعود ونجاوب عن لاحظوا whose mobile is this إذا استخدمنا whose بعدين بحط اسم الشيء اللي عم بسأل عنه بعدين بحط إذا كان بده is أو are حسب بعدين بستخدم this أو those sorry these لأنه أشياء قريبه أو these مع إشارة استفهم إذن whose بأخذ اسم من هدول mobile ولا كذا وبعدين بستخدم is this أو these لحظه whose mobile is this عم قل له I think أعتقد it's harry's it's يعني it ها يدعى الموبايل وإذ يكون وharry's يعني كأنه قلنا harry's mobile بس أسقطنا كلمة mobile إذن whose mobile is this I think it's harry's whose books are these لحظه هون سؤال عن جمع فاستخدم are or these whose books are these I think they're leases لحظه هون حطينا S الملك في النهاية لو أخذنا رقم ثلاثة إذن نحنا شو بدنا أول شي whose وعن الاسم اللي من نسأل عنه اللي هي sunglasses وفي عنا بعدين is أو are طبعا are لأنه جمع طيب بعدين نستخدم these who whose sunglasses are these I think طبعا الواحد أفضل يثمر على نطقة و كتابت أيضا I think واستخدام I think أفضل من الإجابة المباشرة I think the the tims tims هاي tim وحطيت اللوء اسم الملك مثلا الكاميرا الكاميرا أنا مثل ما أنا شايف إنها لتم فمن أفضل tims طيب هلأ أنا بحل شفاهي اللي بعده لابتوب لابتوب إذا بعنا هيك هو ل ليسا فبصير عنا whose laptop is this I think it sleazers ستة trainers trainers حزاء رياضي أو خفافات لحظوا في جمع عنا فبصير whose trainers are these whose trainers are these I think they're Harry's I think they are Harry's أو I think they're Harry's من روح التمرين البعض هو كمان تمرين بسيط write sentences with possessive pronouns قلنا ضمائر الملك اللي هو عندي لحظه Harry's mobile بستخدم فقط ضمير عن هذا الاسم إذن that's Harry's mobile it's his طيب those are Tim's trainers أنا بدأ استبدل هدول بضمير ملك فأيضا بستخدم his يعني the they are يعني his الاسم ولاحظوا انتبهوا للملاحظة انه ضمير الملك لا يتأثر بمفرد جمع هون موبايل مفرد ضلت his هون trainers حذاء رياضي ضل مثل ما هو these are Lisa's books هاي عندي Lisa معناته ما بصير استخدم his بدي استخدم hers وما في داعي لك المثبوكس لأنه هاي مجمع لفيا فبتصير the has طيب this is Lisa's laptop بتصير it's has these are Harry's sunglasses the or they are to harreen the harreen beloved the his لأنه هاي he that's Tim's camera it's his فقط ما في داعي قول it's his camera التمرين لأخير لليوم rewrite the sentences use possessive pronouns أعد كتابة لحظه rewrite دائما بالانجليزي البادئة اللي هي prefix لما بتجي مع فعل فكل شي في ري معناة أعد إذن rewrite يعني أعد كتابة the sentences الجمل use use possessive pronouns ضمائر الملك this is my laptop and that's your laptop لاحظوا تكرار نحن من نشطب هاي ونحط بدلا s في بعض طبعا مع كل الضمائر كأنك بتضيف s مع mine this is mine and that's yours هلا هي الجملة بتحسن تقول إذا كانت لبداية الحديث this is my laptop and that's yours هذا لابتوبي وذلك لك طبعا هني على أساس التدريب هني وضعوه بهذا الشكل مشان أنتو تتمرنوا على استخدام ضمير الملك this is mine لاحظوا استبدلنا هدول بضمير الملك لكن إذا أنا عم بذكر لابتوب لأول المرة فبقول هذا اللابتوب لي وذلك لك بهذا الشكل those are their books and these are هم بتصير ours هيك بتصير جملة إذن بإمكانكم تغيروا اثنين طبعا بس أنا عم بغير واحدة منهم فبتصير these are theirs and these are ours this is hers and that's yours طبعا this is her camera and that's yours أو this is hers and that's yours لاحظوا هم هي بتصير yours وهي has this is my laptop and that's his laptop فبصير هون mine and his فبصير this is my laptop and that's his and can to this lesson 14 I hope that you have managed to have you and have to